هنعمل مع بعض افطار صحي ولزيز جداً هننزل في البولة ببيضة مع لقتين كبار مليانين بشكل هرمي من دقيق الشوفان المطحون نص كباية من الحليب شعرة بسيطة خالص من الملح والفلفل الاسويت ومبودر وبصلبودر بابريكا وشوية زعدر هنقلب لحد ما دقيق الشوفان يختفي وده بيكون القوان بتاعه خفيف شوية شايفين؟ مظبوط جداً هنجهز بقى التاسة وتكون غير لاصقة نسخنها ونكون دهننها كده على خفيف بالزيت المقدار ده يعملك من كربتين لتلاتة زي ما تحبوه وزعي بقى الخليط باليد بتاعت التاسة كده على الجوانب وخلي النار متوسطة وبشويش وانتي بتقلبي اي حاجة تستخدمي فيها الشوفان اتعاملي معاها برا حشان ما تتقطعش منك خطير جداً جداً طعمه يا جماعة لازم تجربوه في دقيقة هتكوني مجهزة اول واحدة خلاص جهزت معانا هنضفها بقى في طبق جانبي وبعد كده هندهن تاني التاسة من اول وجديد برضو على خفيف خالص وانسخنها كويس جداً انا الحقيقة بحب أسم الخليط ده على كربتين لاني بحبه محمل شوي نقلب بقى بشويش وبعد كده هنضيف الكرب في طبق التقديم احلى حاجة في الوصفة دي اي حشوة عندك هض فيها هتكون جميلة جداً ممكن تعملي بيد اوملت او عيون باسترمة صوسيس لانشون اللي يعجبك الروز بيف انا الحقيقة كان متوفر عندي جبنة خفيفة الملح انا بحبها جداً فيه الفطار ضفتها وشوية زاتون اغدر او اسود وكده تمام وعظم قوي خطير ولا بقى استخدمنا لا دقيق ولا دهون خالص ولا زيت ولا زبدة في الوصفة زي ما قلتلكو اكتفيت بشوية الزيت اللي دهنت بهم التاسم وزعت الجبنة وشوية الزيتون مقفلي عليها كده زي الساندويتش ينفع كمان للعشا بيكون حلو قوي شوية بقى تماطم على خيار خاص كزبرة بقى دونس جرجير اللي يعجبكو الخضار مع الاكلة دي بالزيت بتكون صحية هي كلها على بعضها خفيفة وجميلة جربوها متأكدة هتعجبكو جداً انا الحقيقة ما كنتش فطرت فقلت هعمل الفطار معاكو يلا بينا للي لسه مفترش يقوم على طول يحملها ندوق بقى الجمال والعظمة قد ايه طعمه في منتهى الجمال العجينة زيت نفسها خفيفة جداً والخيار شايفين يا جماعة الحشوة وصفة بسيطة وسهلة ان شاء الله تجربوها وتعجبكو وانتو كده بقى تتفرجوا ياريت ما تنسوناش في لايك لو الفيديو عجبكو والاشتراك في قناتي على اليوتيوب استودعكم في امان الله وبي باي